موسيقى وزير الدفاع الوطني يشرف بقيادة الاركان العامة للجيوش على توشيح عدد من الضباط وضباط الصف والجنود في الجيش والدرك الوطنيين بلادنا تشارك في اجتماعات الدورة الحادية عصرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة موسيقى تعزيزا لتنسيق وتعاون المشترك بالمجال الصحي وزير صحة يبحث مع بعضة طبية جزائرية سبل تفعيل اتباقية لتعاون بين البلدين السلام عليكم مشاهدين اهلا بكم الى المسائي من التلفزة الموريتانية ورحب بك بات مرحبا سماعي المرحبا بمشاهدنا الكرام ونرحب كذلك بسلم الله حميد الذي يرافقنا في تقديم هذه النشرة بلغة الاشارة أعلن اليوم بمقر الجمعية الوطنية في نواكشوط عن ميلاد فريق برلماني جديد للصداقة الموريتانية الغامبية يهدف انشاء هذا الفريق حسب القائمين عليه للمساهمة في تعزيز علاقات تعاون بين بلدنا وجمهورية غامبيا والدفع بهذه العلاقات الى مجالات اوسع خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين وشعبيهما نخوية عريقة نسجتها خيوط الأخوة الإسلامية وفرضها الجوار وعززتها المصالح المشتركة سعدني انشترف اليوم بصحبتكم على حبل انطلاق عمال الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية الغامبية ايها الاخوة انتم لا شك تعلمون ان الموريتانية والغامبيا ترتبطان بعلاقاتنا اخوية عريقة نسجت خيوطها الأخوة الإسلامية وفرضها الجوار وعززت المصالح المشتركة ورعاها وحافظ عليها الشعبان من خلال التواصل والتبادل الثقافي والتجاري ويمكن ان ننظر الى حجم جاليتنا في غامبيا والجالية الغامبية في بلادنا لندرك متانة واهمية العلاقات التي تربيط بلدنا الشقيقين رئيس الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية الغامبية اكد ان هذا الفريق يسعى للرقي بعلاقات الاخوة والصداقة التي تربيط الشعبين الشقيقين والسهر على رعاية مصارح البلدين اهمر تلك العلاقات تعاون مثمرا بين الدولتين وتواصل مشهود بين الشعبين قبل الاستقلال وبعده وعادة بالنفع عليهما وتناول الجوانب مختلفة من حياتهما وتجسز في تبادل الثقافي وتجاري كبير بينهما والواقع ان اتعداد جارية كل من البلدين في البلد الآخر يعكس متانة تلك الروابط وتجذرها ويترجم سعيهما المشترك لبلوغ الهدف الاسمى لشعوب منطقة غلب افريقيا الا وهو التعاون الذي يفضي الى التكامل الضروري للتنمية في هذه البلدان السفير الغنبي في موريتانيا ساعدت سيد ممادو جوارع شكر اعضاء الفريق البرلماني لصداقة الموريتانية الغنبية على دورهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها الى الامام منوها بالمشتركات الثقافية والتاريخية التي تجمع الشعبين وتتركز العلاقات الموريتانية الغنبية على اسس راسخة قوامها اخوة الدين والثقافة والتاريخ حيث جسدت هذه العلاقة عبر محطات مختلفة من تاريخ البلدين متانة الروابط بين الشعبين الشقيقين ونبقى في الغرفة التشريعية دائما حيث خصصت لجنة توجيه الاسلام والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية وثقافية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة السيد موسى بوس دعمر رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون يعدل بعض احكام القانون سبعة وستين صفر ثلاث تسعة وثلاثين الصادر بتاريخ الثالث من فبراير الف وتسعمائة وسبعة وستين المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي وتبعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد كاميرا سالم محمد استعرض فيه البنود الاساسية لمشروع القانون مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحسين ظروف المعيشية للعمال الخاضعين لقانون العمل والاتفاقية الجماعية العامة وشح وزير الدفاع الوطني صباح اليوم رفقة قائد الأركان العامة للجيوش بمقر قيادة الأركان العامة للجيوش باسم رئيس الجمهورية سيد محمد الشاه الغزواني عددا من المنتمين للجيش والدرك الوطنيين وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى ستين لعيد الاستقلال الوطني كما وشح الوزير باسم رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني الرئيس الدوري لمجموعة الخمس في الساحل وشح عددا من الضباط وضباط الصف وذلك بمناسبة انتهاء معمورياتهم في القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل على أنغام الموسيقى العسكرية بميدان الاستعراض في مقر القيادة العامة لأركان الجيوش الوطنية استعرض وزير الدفاع الوطني السيد حنان نولسيدي رفقة القائد العام لأركان الجيوش الوطنية الفريق محمد بمبومكت وحدات عسكرية أدت لهما تحية الشرف استعدادا لحفل التوشيح المنوم ضمن الفعاليات المخلدة لذكرى ستين لعيد الاستقلال الوطني وقدم وزير الدفاع الوطني رفقة القائد العام لأركان الجيوش الوطنية التحية للألوية والضباط من قادة المكاتب والمديريات بقيادتي الأركان العامة للجيوش وأركان الدرك الوطنيين ليقف الجميع بعد ذلك وقفة إجلال وتقدير لرفع العالم الوطني وزير الدفاع الوطني وشح باسم رئيس الجمهورية السيد محمد ودي شيخ الغزواني عددا من الضباط وضباط الصف والجنود والدركيين والعاملين بقطاع الدفاع تكريما لهم على المجهود الذي يبذلونه في إطار عملهم داخل المؤسسة العسكرية وشمل التوشيح 23 من المنتمين للمؤسسة العسكرية بوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني كما تم توشيح 27 بوسام الامتنان في نظام الاستحقاق الوطني و15 بميدالية شرف من الدرجة الأولى و15 بميدالية شرف من الدرجة الثانية و36 بميدالية شرف من الدرجة الثالثة كما وشح وزير الدفاع الوطني باسم رئيس الجمهورية السيد محمد ودي شيخ الغزواني الرئيس الدوري لمجموعة الخمس في الساحل مجموعة من الجيش الوطني كانت تعمل ضمن القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل وذلك بمناسبة انتهاء مهمتهم في القوة المشتركة حفل التوشيح الذي احتضنته القيادة العامة لأركان الجيوش الوطنية جرى بحضور اللواء عبدالله والأحمد عيشة قائد أركان الدرك الوطني واللواء المختار بل شعبان قائد الأركان العامة المساعد واللواء محمد والحريطان قائد أركان الجيش الجوي واللواء البحري محمد شيخ نطال مصطف قائد أركان البحرية الوطنية واللواء محمد المختار واللمني قائد أركان الجيش البري واللواء أحمد عبدالود مبارك المفتش العام للقوات المسلحة وقوات الأمن شاركت بلادنا عبر تقنية الفيديو صباح اليوم في اجتماعات الدورة الحادية عشر للشمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة تضمن جدول أعمال هذه الدورة بحثة ونقاش جملة من الملفات والقضايا المتعلقة بالطاقة المتجددة والإجراءات المتخذة من طرف الدول الأعضاء حول التمويل ومصادر الطاقة المتجددة من خلال وزارة البترولي والمعادن والطاقة تشارك بلادنا عبر تقنية الفيديو في اشغال الدورة الحادية عشر للشمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وتناغش هذه الدورة السبولة الكبيرة بتطوير الطاقات المتجددة على الصعيد العالمي وآليات توظيفها بها لمواجهة التحديات والأثار الاقتصادية التي فرضتها تداعيات جائحة كوفيد 19 كما تعلمون بين التطوير والإدماج المكثف للطاقة المتجددة على نطاق واسع بعد من أهم الطرق المهلاء لمواجهة التقيرات المناخية والتحديات البيئية الشتاء كما تشكل الطاقة المتجددة حافزا قويا للنمو الاقتصادي والاجتماعي ولخلق فرص العمل خاصة للشباب ومن هذا المنطلق تدعم الجمهورية الإسلامية المريثانية السياسات والبرامج التي تتبناها وكالة إيرينا والرامية إلى تسريع التحول الطاقوي وتهدي بالاستراتيجية الوطنية وبمجال الطاقة إلى توفير الطاقة النظيفة وتحقيق الولوجة الشامل للمواطنين إلى خدمة الكهرباء وتخفض كلفتها لتصبح بمتناول للجميع ولتحقيق هذه الأهداف تعمل حكومة موريتانيا على استراتيجية متكاملة ومندمجة للطاقة ترتكز على تعبئة كافة المصادر الطاقوية من القاز والطاقة الشمسية والهوائية والكارباء ومائية مع تحديد هدف الوصول إلى 60% من الطاقة النظيفة في المزاج الطاقوي بحلول 2030 وتعميم الشبكات الصقرى على مستوى المناطق المعزولة وتجمعات النائية وتطوير وتوسيع الشبكة قصد تحقيق الربط الكهربائي مع دول الجوار لتسهيل تبادل الطاقة وفي هذا الإطار تشكل الطاقات المتجددة فرصة غير مسبوقة للدول مثل الموريتانيا التي تعاني من تشتوت السكان على مساحات شاسعة وعزلة الكثير من التجمعات السكنية وقد بدلت بلادنا في هذا الجهود معتبرة من أجل إنشاء محطات كهربائية في المدن الكبرى وكما تعد الآن بلادنا دراسة خارطة طريق لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر كإحدى أهم مصادر الطاقات المستقبل وتستعد كذلك بلادنا لبدء مرحلة جديدة من تطوير وتحويل قطاع الطاقة لتحقيق إصلاح مؤسسة وتحسين النصوص التشريعية وإدماج الممارسات الجديدة وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام قصد تعبئة الموارد المائية الضرورية لهذا الهدف وتعمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على دعم البلدان في انتقالها إلى مستقبل الطاقة المستدامة إضافة إلى تشجيعها على التبني الواسع لاستخدام جميع أشكال الطاقة المتجددة بغية تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والطاقة الآمنة عقد وزير الصحة صباح اليوم بمباني الوزارات جلسة عمل مع البعثة الطبية الجزائرية التي تزور بلادنا حاليا في إطار تعزيز التعاون القائم بين بلادنا والجزائر خاصة في المجاد الصحي وتدخل هذه الزيارة في إطار لقاءات تقييم والمتابعة للعمل المشترك بين الطواقم الطبية الجزائرية وأنظرائهم في بلادنا طبعا لما تم التواصل له خلال جلسات العمل التي تم تنظيمها مع البعثة الجزائرية قبل أسبوعين جاءت البعثة اليوم وهي من المديرين المركزيين الجزائريين ليتباحثوا مع نظرائهم الموريتانيين بشأن بلورات اتفاقية تعاون بين قطاعي الصحة في البلدين أود في بداية هذا اللقاء التعبير عن تثميننا لجهود المؤازرة الطبية والدعم المقدم من طرف إخوتنا الجزائريين وسأسرد جملة ملاحظات وانطباعات طيبة عن عمل البعثة الجزائرية في نواقشوت أول ملاحظة أود الإشارة إليها هنا هي أن الفريق الموريتاني والفريق الجزائري باشر أعمالهما بصفة منسجمة منذ اليوم الأول في العمل سواء كان ذلك من حيث تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين أو من حيث التوزيع على العمل هذا فضلا عن استفادة الطواقم الموريتانية من خبرات نظرائهم الجزائريين النقطة الثانية التي أود التنويها بها هي أن المواطنين المسفدين من خدمات التدخل الطبي الجزائري يحملون انطباعا جيدا وحسنا عن البعثة الجزائرية وإنسانية عناصرها وجديتها في العمل النقطة الثالثة والأخيرة التي أود التنويها بها هي أن إسهام الفنيين لبيولوجيين الجزائريين كان فعالا وهاما وساعد نوراهم الموريتانيين على إكمال مهام حساسة تتطلب دقة وخبرة كبيرة رئيس البعثة الطبية الجزائرية سيد عمراني توفيق جاسيم مرواني قال إن قدوم البعثة الطبية الجزائرية يأتي في إطار تنفيذ خريطة التعاون بين البلدين مؤكدا أن البعثة ستعمل على تحديد معالم هذا التعاون وبحث أولوياته من شأن التوقيع على التعاون في المجال الصحي أن يرفع من مستوى ونوعية الخدمات الطبية في بلادنا وأن يتيح الفرصة للطواقم الطبية الوطنية للاستفادة من خبرات الطواقم الجزائرية أعلنت الإدارة العامة لصحة العمومية مساء اليوم في النقطة الصحفية اليومية الوضعية الوبائية لجائحة كورونا في بلادنا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية تميزته الوضعية اليوم بتسجيل مائة وحالة شفاء واحدة واثنتين واربعين إصابة جديدة بكوفيد تسعة عشر بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة الوضعية الوبائية لجائحة كوفيد في بلادنا لآخر 24 ساعة تتميز بتسجيل 42 حالة جديدة منها سعى الذين حالة مجتمعية وثلاث حالات من المخالطين كما سجلنا مئة حالة شفاء ونترحم على روح شهيد سقط في آخر 24 ساعة جراء هذا المرض وهكذا وصل عدد الحالات إجمالا إلى 16.081 حالة منذ بداية الجائحة كما وصل عدد حالات شفاء إلى 14.605 في حين أن الشهداء 400 وثلاثة ليرحموا الله الجميع الحالات النشطة في هذا اليوم عددها 1.073 منها 996 بدون أعراض 47 لديهم أعراض خفيفة وثلاثين في حالة حريجة وتتوزع الحالات الجديدة لهذا اليوم على النحو التالي حالتان في أمرج واحدة في كل من جيغني تام شكط وقرو حالتان في كنكوسة وثلاثين في كيفة وثلاثين في بابا بي واحدة في بوتيلميت ونواذيبو والسبخة أربع حالات في زويرات حالة واحدة في أكجوجت أربع حالات في الكسر ثلاثة حالة في تفرق زينة حالتان في دار النعيم واحدة في تيارت ثلاثة في توجونين وواحدة في الرياض أما بالنسبة للبحوصات فكان عددها لآخر 24 ساعة 1171 منها 1066 لتشخيص الحالات الجدد وتتوزع ما بين 844 من الفحوصات السريعة و 220 من الفحوصات بسار هذه الفحوصات أجريت في مختلف الولايات على النحو التالي 82 في الحوض الشرقي 9 في الغربي 85 في العصابة 41 في قرغل 76 في البراكنا 24 في ترارزة 16 في أدراب 72 في نواذيبو 5 في تقانت 45 في قديماقة 19 في تير الزمور 21 في إنشيري 599 في أنواك شرط الغربية 59 في الشمالية و 45 في الجنوبية هكذا يكون مجمل الفحوصات منذ بداية الجائحة 174.972 منها 149.198 للتشخيص وتتوزع ما بين 116.483 من الفحوصات السريعة و 32.1915 من الفحوصات بسير تسلمت بلدية تجونين صباح اليوم هدية مقدمة من طرف جهة نواك شرط متمثلة في عدد من خزانات المياه وذلك في إطار الدعم والتنسيق العمل المشترك بين الجهة وبلديات نواك شرط وستساهم هذه المساعدة في تخفيف من مشكلة نقص المياه في مقاطعة تجونين بشكل عام وفي أحياء الترحيل على وجه الخصوص للمساهمة في حل مشكلة الماء الصالح للشرب في عدد من أحياء مقاطعة تجونين يأتي انطلاق مشروع استقاية هذا المنظم بالتعاون ما بين جهة نواك شرط وبلدية تجونين جاينا اليوم هون لأينا قدموا هدية متواضعة لبلدي التجونين هذو خزانات المياه اللي نعرفوا عن البلدية هون فاصلة فيهم المنطقة هون نعرفون فيها جيوب عطاش متان مقتنعين عن السيد العمدة تذمين الجهود واللي قايم بيها لخدمة المواطنين جاينا إياك ندعموه على ذلك الأساس مقتنعين على أن إن شاء الله ما يبخل جهد بإعلن المواطنين يوصلهم هذا إن شاء الله وإحنا نأكده إعلن إن شاء الله معاه في تومين ذو خزانات يقير المولي الفرص أخرى إن شاء الله لدعمه من أجل المواطنين ويتمثل مشروع استقاية هذا في توفير عشرة خزانات صحية مقدمة من جهة واكشوت وذلك من أجل توفير هذه الخدمة الأساسية في ظروف صحية نحن نثمنين جدا هذا الدعم هو دعم مقدر لأنه يستهدف طبقات هشة يوفر خزانات لحفظ الماء وبشكل صحي لعدد معتبر مساكنة هذه المقاطعة وهو كذلك بداية لمشوار إن شاء الله من التنسيق والتعاون بين المنتخبين المحليين على مستوى واكشوت نريده إن شاء الله أن يتعزز لصالح ساكنة واكشوت عموما وساكنة مقاطعة التوجني بشكل خاص تدخل هذه الخطوة في إطار جهود حذيثة تقوم بها أجهة واكشوت رفقة المنتخبين المحليين لتوفير استقاية لصالح الأحياء التي لم تصلها حتى الآن شبكات الماء الصالح للشرب خاصة في ظل جائحة كوفيد 19 لأن مشاهدنا الكرام نودع سلم لحميدي الذي رافقنا فيما مضى من هذه النشرة بلغة الإشارة احتضنت إذاعة موريتانيا ليلة الفارحة عبر منصات إذاعة الخدمة العمومية ندوة حوارية بحثت قضايا سياسية وديبلوماسية مختلفة وقد أنعش هذه الندوة عدد من الأساتذة والديبلوماسيين السابقين والمفكرين الذين أثروا المواضيع بنقاشات طالت مختلف المجالات التي تهم البلد تناولت هذه الندوة عدة قضايا شملت مجالات سياسية وديبلوماسية ارتأت منصة إذاعة الخدمة العمومية أن تسلط الضوء عليها من خلال استضافة أساتذة جامعيين وديبلوماسيين سابقين ونواب ففي المجال الدبلوماسي نستعرض نجاعة المقاربة الدبلوماسية الجديدة لموريتانيا التي ارتبطت بقضايا الأمن والتنمية ومحو الديون وتحمل أعباء أزمة كوفيد 19 وفي المجال السياسي نتناول المبادرات ذكية لرسم مشهد تصالحي داخلي بين الموريتانيين منعشوا الندوة تناولوا بقدر من الشرح والتحليل المجال الدبلوماسية خاصة المقاربة الموريتانية الجديدة المرتبطة بقضايا الأمن والتنمية أحباً للمشاهدين في باريس في أمسامي من بلانتة سامي خطابه أمامهم وخطابه للقباطل وتابعته في باريس يجب انتباه به الذي اطرح قضايا معاصرة شاملتنا وشامل أغربا وشامل البحر لبيض المتوسط شاملتنا إلى أمريكا إلى موراء البحر قضايا العنف وقضايا الأمن وقضايا السلاح الذي عاد انتشر وانتشر بطريقة فوضوية وقضايا تهديد في جار بعض الدول حتى تكون قابل قوسينيا ودنا من عادة الدول فاشلة هذه هي عكسات خطيرة وحظي الجو السياسي الهادئ على حد وصف بعض المتدخلين بنصيب هام من وقت هذه الندوة ناس عادت فركاء في الوطن الدور تلاحظوا لأول مرة عن ميزانيتنا منين خاط خاطب هدوء لأن الفرق البرلمانية جمعوا قالوا احنا اي التعديلات وهذا كامل ما ديروا منه المواطن احنا كأغلبية ما عندنا حاجز من دور المواطن والمعارضة دور المواطن وتوافقنا كما تطرق منعشو هذه الندوة إلى ما ميز الغرفية الحالية من صعوبات اقتصادية بفعل جائحة كوفيد 19 وما بذل من جهود للتخفيف من تأذيرات الجائحة على البلد والقصد من وجود اقلبية معارضة هو كاملية تتحامل مدعي تبني دولة يقالين يعود انك انتي المعارضة ما تقلت تتقايي والله واحدين هنا بالنسبة لهم هذا الهدوء شايفين فيه بعض الناس انه هدوء ماهو طبيعي هو هدوء طبيعي لأن هذي يوم شي خاصة اللقاء احمد داداه شي خاصة اللقاء مع محمد المولود شي خاصة اللقاء مع جميل منصور شي خاصة اللقاء مع الزعيم برام هذه هي الدبلوماسية الداخلية كلهم يطرح مشاكل المطن كلهم يطرح المشاكل اللي شايف على الجهاز التنفيذي يطرحوا لعلى السلطة في موليتاني يراها يوميا هذه عن جعلهم اللقاء معهم الخامس السات مش غلال سنة وخمسة شهر سنة واربعة شهر وفي تشاورية بظروف صعبة بظروف كوفيد بظروف ضغط اقتصادي عالمي ارتفاع جنوني في الأسعار في العالم وخلص ضيوف الندوة الى تذمين جو الانفتاح الداخلي والشراكة القائمة بين كافة الفرقاء السياسيين وانعكاسات ذلك على تسيير البلد بشكل هادئ في وقت تشهد فيه المقاربة الدبلوماسية الجديدة لبلدنا نجاحات اقليمية وعالمية الى ولاية اللحظ حيث نظمت منسقية المنظمات والروابط غير الحكومية بلولا حملة تحسيسية شارك فيها العديد من الشباب المتطوعين حيث توزعوا في اسواق المدينة بهدف تحسيس وتعبئة المواطنين حول مخاطر كوفيد 19 وضرورة الاحتراز من انتشاره في هذا الاطار شهدت مدينة النعمة منذ بداية الموجة الثانية من الجائحة عدة حملة تحسيسية لقيت صدى واسع حسب المسؤولين في هذه المنسقية في اطارة جهود الحكومية وغير الحكومية لمحاربة وباء كوفيد 19 تأتي هذه الحملة التحسيسية المنظمة من طلب منسقية المنظمات والروابط غير الحكومية بالنعمة لتوعية المواطنين حول خطورة وباء كورونا اليوم عندنا حملة حول المرض الخطير للوباء الكبير لمنتشار اللي هو كوفيد هذه الحملة معدلينها في تناه عدلنا حملات سابقة يقيرون من اللي اخترنا نعدلوا حملة وخاصة في الجمال اللي افتتاح المدارس والمرض مازال لا موجود وبالتالي عدلنا الحملة يمكننا تدعم بكل حملات تسبقوها منظم الحملة التحسيسية توجه للأسواق من أجل تأكيد على مرتاديها بأهمية ارتداء الكمامة وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة هذا تحسيس اليوم من عدة انشيطة عدلناه خلال الأشهر قريب من 37 تحسيس في 37 قرية والنعمة اليوم داخلين السوق الحيوان والسوق المركزي من أجل على أن العدل وتحسيس تعيي من هذا المرض والخطورته كلها يتبعد داخل المرسة يجيب الماء والصابون ويجر كمامته وكلها يبعد معا ثانيا بينما يطع وكلها يحافوا على نفسه الوقاية خير من العلاج الناس يتبعدوا يتسقلوا أيديهم يتسقلوا يتسقلوا كمامات باشا الامراد ما يتفاصل بأيناتهم ويتموا ملي متبعدين بأيناتهم يتسقلوا عملية التحسيس والتعبئة داخل السوق المركزي وسوق بيع المواشي رافقها تقسيم للكمامات ومنصقات تبين أعراض كورونا عبدالله يسلم الموريتانية مدينة النعمة لنا مشاهدنا الكرام ننتقل إلى شبكة مراسلين في الداخل حيث ينضم إلينا من مدينة النعمة مراسلنا عبدالله وليسلم والشيخ الحميدي من مدينة أطار ومن كيهايدي محمد المين وللهادي أرحب بكم جميعا أبدأ معك عبدالله وليسلم دعنا نبدأ من حيث انتهت التقرير الذي تابع المشاهدون قبل قليل ما هو تقييمكم لتعاطي المواطنين مع نشاطاء المجتمع المدني العاملين في مجال تحسيس والتعبئة ضد الجائحة هل من آذان صاغية من قبل الجمهور تحية طيبة لك بت تقييمي للعملية التحسيس والتعبئة والتعاطي المواطنين معها هنا على مستوى ولاية الحوض الشرقي بشكل عام وأيضا على مستوى النعمة لا أعتبر أن المواطنين تفهموا كثيرا المغزى من هذه الحملات التحسيسية وأن التجربة الكبيرة في مجال وباء كوفيد 19 وتعدد الإصابات سواء في الموجة الأولى من وباء كوفيد أو في الموجة الثانية هذه الإصابات خلقت لدى المواطن هنا في مدينة النعمة ثقافة حول ضرورة الاحتراز من وباء كوفيد 19 وبالتالي المواطنين سواء في السوق لسواق السوق المركزية أو السوق المواشي تعاملوا أمس مع نشطاء هذه المنظمات بالكثير من الاحترام يمازحونهم بعض الأوقات ويعخذون منهم الكمامة ويطلبون منهم أكثر من الكمامة يقولون أنهم يريدون التعقيم يريدون كذا هناك ثقافة حقيقية بدأت تتشكل هنا على مستوى ولاية الحوض الشرقي بضرورة همية الوقاية من هذا المرض وأن هذا المرض الوقاية الوحيدة منها هي في غسر الأيدي في التباعد في وضع الكمامات نسأل الله سلامة للجميع شكرا جزيلا لك عبدالله ولي السلم كنت معنا من مدينة النعمة ومن مدينة النعمة إلى شمال البلاد وتحديدا أدرار حيث أدى والي الولاي صباح اليوم زيارة تفقد وطلاع لمشروع مستشفى الشمال قيد الإنجاز بمدينة أطار واستمع من الفنيين إلى شروح حول مراحل تقدم الأشغال في هذا المرفق الصحي زيارة الوالي تضمنت زيارة جولة قام بها لمركز شركة الموريتانية للكهرباء في المدينة واجتماعا ضم رؤساء المصالح الجيوية بهذه الولايات من مستشفى الشمال قيد الإنجاز بمدينة أطار استهل والي أدرار رفقة حاكم المقاطعة والسلطات الأمنية والإدارية زيارته اليوم حيث تجول في هذه المشأة التي من المنتظر أن تضم 150 سرير وعديد الأجنحة والتخصصات التي من شأنها أن تخفف الضغط على المشأات الصحية بالمنطقة وتمكن ساكنتها من الولوج إلى خدمات صحية نوعية الوالي طلع على هذه المشأة واستمع من المشرفين عليها إلى أشروح عن مدى تقدم العمل فيها مشددا على ضرورة تسريع وترة العمل والتقيود بالمعايير الفنية المطلوبة المحطة الثانية من الزيارة كانت فرع الشركة الوطنية الكهربائي بالمدينة حيث تجول في مصالحها وعاين المولدات الكهربائية بعدما أجري عليها مؤخرا من أعمال صيانة حدت من انقطاعات الخدمة كما استمع من مدير المركز إلى شروح عن طاقتها الإنتاجية والاستعداد للصيف القادم واختتم والي أدرار سيد حداد مبالي ترى جولته اليوم باجتماع موسع بمباني الولاية جمع كافة رؤساء المصالح الإدارية الجهوية بالولاية حثهم فيه على ضرورة الحضور والالتزام بوقت الدوام الرسمي وتقريب المرفق العمومي من المواطني والإسراعي في تنفيذ سياسة الحكومة وبرامجها واستمع الولي خلال الاجتماع إلى مداخلات بعض مسيري هذه المصالح عن حصيلة عملها وبرامجها المستقبلية التي تعمل على تنفيذها خدمة للتنمية الولاية كما استمع أيضا إلى العوائق التي تواجرهم في تنفيذ هذه المشاريع الشخ الحميد الموريتانية أطار ورشة النجاح لصناعة الكيمامات محليا وبيعها بأسعار مخفضة بودان مبادرة محلية ذات أبعاد صحية واجتماعية تعكس جانبا من وعي المرأة الودانية ومساهمتها في الجهود العمومية لمحاربة فيروس كوفيد 19 أدف هذه المبادرة ومطالب القائمات عليها في سياق تقرير التالي مع موفد الموريتانية إلى ودان ورشة النجاح يتم تكوينهن على المهنة لتمكنهن من اكتساب حرفة تقيهن شر الخصاصة وهدفنا هو الرافع من القدرات النسوية وما يخص جائحة كورونا ومليقنا ببعض التحسيس ومنه هذه الورشة اللي مستفيدين منها أربع علايات معلات أسر لياك يعود عندهم الاكتفاء الذاتي ويعود عندهم الاكتفاء بالنسبة لجائحة اكتفاء مدينتهم بلاك الكمامات لياك يعود تعود المدينة عندها اكتفاء ما يحتاج لنجاب لها الكمامات وهذا المركز يكون فيه مكوينتين واثنتين يصموا وعندهم 15 مرام مكونين في هذا المركز لياك تتكون على الخياطة بجميع أشكالها بروح الفريق يعملنا حيث يتولى بعضهن تصميم وتقطيع الكمامات حسب مقاييس متفاوتة فيما تتولى أخريات الخياطة والتسويق موفرات لأنفسهن دخلا معتبرا مستهد منه الحمد لله مستهد منه الدشرة عدلوا لهذا الكمام مستهد منه الدشرة تناش يومي يلا نعود 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 لخمسين بالماء الكمامات واحدات مننا يخطوا واحدات يقطعوا تصميم واحدات مننا يخطوا ميزي وخيطوا تقريبا يتعد خمسين وتطالب المشتغلات في هذا المشروع بدعمهن بماكنات خياطة أخرى والشراء ما ينتجن من كمامات وتأمل القائمات على هذه الورشة أن يجدن ما يمكنهن من استمرار مشروعهن وتحقيق الأهداف المرجوة منه إذن ننضم لنا الآن من أطار مراسلنا الشيخ والحميدي الشيخ نعود بك قليلاً إلى الزيارة التي أدىها والي أدار صباح اليوم لبعض المصالح والدارات والولاي ما الهدف الأساس من هذه الزيارة وماذا عن نتائج اجتماع الوالي مع ممثلي المصالح الجهوية مساء الخير اسماعيل مساء الخير بتة بالفعل يمكن العول بأنه كانت زيارة عمل وطلاع وكذلك ضمت هذه الزيارة اجتماع موسع مع كافة الرؤساء المصالح الجهوية هنا على مستوى ولاية أدرار فيما يخص الزيارة مكنت والي أدرار السيد حداد مبالي ياترى من الاطلاع على مدى سير الأشغال في هذه المشأة التي شاهدتم اسمها في التقرير هذه المشأة التي تعد أكبر مشأة صحية ستكون في ولايات الشمال وهي تسخر بعديد المرافق الهامة جداً مكنت هذه الزيارة والي أدرار من الاطلاع على مدى سير الأشغال وأكد للقائمين على تنفيذ هذه الأشغال على ضرورة تسريع واتيرة العمل من أجل انتهاء هذه المشأة في الوقت المحدد كذلك زيارة الوالي كانت ضمن محطات هذه الزيارة هي إدارة الشركة الموريتانية للكهرباحة وطلع على مدى سير العمل في هذه المشأة الخدمية الهامة حيث أكد القائمون على هذه المشأة سير العمل على الشكر المطلوب واستعدادهم للصيف المقبل الذي عادة ما تكون هناك تعطل كبير في هذه المشأة والذي تجدر الإشارة بأنه شهد مؤخراً تحسناً كبيراً في هذا المجال إسماعيل الاجتماع كذلك يمكن القول بأنه خلاصة يعني نقاط قصيرة عن الخلاصة من هذا الاجتماع الذي ضم والي أدرار رفقة حاكم المقاطع وسلطات الدارية الألمنية ضم هذا الاجتماع كافة ومثل رؤساء المجال مصالح الجهوية هنا بولاية أدرار معرفة الخطط والبرامج التلموية كذلك ومدى سير العمل داخل هذه القطاعات وكذلك التعاطي مع ظروفها الحالية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 إذن كان اجتماع مذمر اجتماع ناقش فيه السيد الوالي كافة ممثل هذه القطاعات بشكل إيجابي الشيخ الأحميدي مراسل الموريتانيا في ولاية أدرار تحديداً من مدينة أطار شكراً جزيلاً لك نتحول إلى وسط البلاد حيث انطلقت في مدينة كيف أشغال ورشة فنية منظمة من طرف المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات وتهدف هذه الورشة التي أشرفها على انطلاق أشغالها ولولاية العصابة تهدف إلى عرض آلية تسيير الأزمات بمشروع الحد من خطر الكوارث في الساحل والمصادقة عليها دعماً لجهود مكافحة كوفيد-19 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية نظمت المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات بولاية العصابة ورشة لعرض والمصادقة على الآلية الجهوية لتنسيق وتسيير الأزمات والتي تأتي ضمن مشروع الحد من خطر الكوارث في الساحل الهادف إلى دعم مكافحة كوفيد-19 والي ولاية العصابة ذمن الجهد المقام به من طرف المندوبية مبرزاً أهمية المشروع في الحد من خطر الكوارث إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نشرف معكم اليوم على أعمال ورشة منظمة من طرف المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية تتعلق بإنشاء آلية جهوية لإدارة الكوارث فيما فيها جائحة كوفيد-19 خبير تسيير الكوارث ضمن وفد المندوبية قدم شرحاً حول أهم النقاط الآلية وأسباب تبنيها كمقاربة استباقية البعث إن شاء الله لا يتعدل تقرير وهذا التقرير إن شاء الله لا ينحال الوزير الداخلية باسم الحكومة وهذا التقرير والساني ندوره نعدل معكم لللقاء ندوره نهروه بتجاربكم أنتم المحليين الحمد لله ذا الفارق هنا بالطابلة من الاروغيج وناس كاملين ذا الميدان خباريين فيه وجابهوه محلياً ويعرفوه نختاره ونجبره تجربتهم ونجبره الدروس المستخلصة ونزبره النواقص اللي يا الله تكمل وتلاهن تخللت الورشة التي تستمر على مدى يومين عروض ونقاش للآلية الجهوية لتنسيق وتسيير الأزمات بغية الخروج بتصور نهائي حول طريقة التعامل مع الكوارث لتعمق الحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف لكم مباشرة مشاهدنا الكرام من مدينة كيفا السيد محمد الحناني مدير الوقاية والرقابة بالمنذوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات أهلاً وسهلاً بك السيد المدير حدثنا بشيء من التفصيل عن آلية تسيير الأزمات دورها يعني بمشروع الحد من خطر الكوارث في ساحل يعني هذه الورشة يعني حدثنا عن فحواها بشيء من التفصيل وعن دور هذه الآلية بسم الله الرحمن الرحيم بداية أشكر قناة الموريتانية على استضافتنا لإضاح بعض الأمور تتعلق بمظلامين هذه الورشة الورشة تتعلق بطار مشروع يتعلق بالحد من خطر الكوارث بشكل عام وكوفيد بشكل خاص كوفيد بشكل خاص تسيير عندنا ميكانيزماتنا عندنا آليتين آلية لتسيير الأزمات وآلية أخرى لجمع المعلومات التي تتعلق بالكوارث اللي تساعد أصحاب القرار على قبيل قرارهم وهذا المشروع ممول من طرف برنامج الأمم المتحدة كيف جبر اللي نشكره وتنفيذه يتم بتعليمات واضحة من وزير الداخلية وبإشراف مباشر من اللواء المدير العام للأمن المدني المشروع آلية الأولى هي آلية لجنة جهوية لتسيير الأزمات قمنا بإعداد مقرر هذا المقرر يحدد مهام المكللة لهذا يتحدد تشكيلة اللجنة ويحدد أيضا دورية اجتماعاتها والوسائل الضرورية لعملها هذا من ناحية الهدف من هذا أساسا هو غياب الارتجالية عن العمل الحكومي وخاصة في أوقات الأزمات التي تطلب الكثير من التركيز وتطلب العمل المركز والعمل المنظم هذا أيضا الجهة الأخرى آلية جمع المعلومات آلية هي عبارة عن مسحين سنقوم بهم ما يتعلقوا بتأثيرات كوفيد على حياتنا اليومية المسح الأول يتعلق شن هي احتياجات المصالح الجوية في زمن كوفيد شن هي النواقس الملاحظة لدى هذه المصالح شن هي المسائل اللي كانت ضرورية في زمن تسيير الأزمة ولم تكن موجودة المسح الثاني يتعلق بسلوكنا العام كيف أثر كوفيد على حياتنا بشكل عام من درية كاننا اقتنعنا بوجوده من درية كان جبرنا الكمامات كانها موجودة من درية كان الأسعار طلعت من درية كان تأثير حضر التجول كانوا أثر بشكل كبير على حياتنا اليومية من درية كان العمل تمي أمر في ظروف اعتيادية هذا كلهم عدوا لها خبراء المسحين عدوا لهم الخبراء ديفيش وهذا ديفيش لا يشتغل عليهم عدادين عدادين تسعى على مستوى كل ولاية من الاخمسة عشر ولاية هذه العدادين لا يتم تكوينهم لا يتم تكوينهم في الورشة على جمع المعلومات هذه المعلومات أيضا سيتم الأزمة الحالية ربما هي كورونا وحديث الساعة اليوم هو كورونا يعني ماذا عن ما هي أبرز المناطق التي تستهدفون بهذه التدخلات يعني أقصد مناطق في البلاد يعني يتضمنها جدول زمن الآلية الآن كأولوية الآلية تستهدف في الوقت الحاضر عواصم الولايات الاخمسة عشر وعدينا لهم مقرر هذا المقرر يتم توقعه من طرف الولات وهو مقرر قلت تفصيلي ذا المقرر اللي هي يسمح لهم يعود كل فاعل يعرف دوره في حالة الأزمة خلقه ما هو قاعد لا أزمة كوفيد إنه ينتخلق فيضانات يعرفوه إنه ينتخلق حرائق الحشيش يعرفو كلهم دوره ويعرفو الوسائل اللي عندهم أيضا يعود عندهم إحصاء شامل للوسائل التدخل الموجودة هذا يعطي صاحب القرار القدرة على اتخاذ القرار السديد وتسيير الأزمة بالشكل المناسب أيضا أيضا هذه الوسائل يتم التمرن عليها مستقبلا معناها على النوم الآلية ليست آلية هي آلية فقط لكوفيد بينما آلية تستهدف تسيير الكوارث بشكل عام مختلف شكرا جزيرا لك سيد محمد الحناني مدير الوقاية والرقابة بالمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات كنت معنا في هذه النشرة لن نبت نبقى في كيفا حيث تشهد الأسواق في المدينة منذ أيام تذبذبا في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ما جعل المواطنين يطالبون السلطات المختصة بالتدخل لتثبيت الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للسكان كاميرا الموريتانية تجولت صباح اليوم في سوق المدينة ورصدت انطباعات بعض الباعات والمشترين حول وضعية السوق في ظل جائحة كورونا على وقع ما سجلت الأيام القليلة الماضية من صعود في أسعار بعض المواد الأولية لا يخفي الزبناء في سوق كيفا الكبير تأثرهم من الارتفاع الحاصل خاصة في أسعار المواد الغذائية الأساسية مطالبين الجهات المعنية بمراعاة القدرة الشرائية في ظل تأثير جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية مواطنين فارقوا لي حالتين ضربتين في الزمن واحدة ضربة كورونا لأنها قلصت من الناس اللي تشتقل حتى الناس اللي تريفها عادت خايفة من ترفض لعلى تجر العدوان الروسها والآخرين تميلين جاتنا قاعدت تساعد مسعر كان السكر 8000 تزيد 500 و600 والآن واصل لعشر الاف زي في الطم القمح كان يعود بـ 5000 و500 و600 الآن واصل لـ 6600 يبرق موريتان هذا اللي هون كنا نشروه بـ 6000 الآن واصل لـ 7000 زيادة وواصل لـ 8000 والزيت بيدونة 5 لتلات كان بس بـ 1100 وـ 1800 الآن واصل لـ 2600 و500 اتحادية التجار على المستوى الجهوي تؤكد عدم مسؤوليتها عن اضطراب الأسعار الملاحظ مؤخرا مرجعة إياه إلى اختلالات اقتصادية عالمية تسبب فيها الفيروس المستجد بالنسبة للأسبوع لاحظنا الزيادة الشيء من السعار والسكر والأرز والقمح والزيت للسابيع الماضية للأسبوع فيها شيء هدوء بالنسبة لنا نحن هنا في السوق مواد متوفرة لا يوجد أي نقص في شيء سواء بالنسبة للتجارة هنا عندهم هامش تربح عادي بدلا قاعدوا للسابيع الماضية تقلص حتى يسعى القيمون على قطاع التجارة بالولاية إلى مواكبة المرحلة بتداعياتها وموازناتها من خلال تقارير يومية ترصد أحوال السوق ومن خلال الاتصال المباشر بكافة الجهات الفاعلة في القطاع الأسعار يوميا نعذلها كشف ونمشوها ونمشوها للوزارة إياك تطمئ أن المواطن نعلن ما فايتنا على الأسعار طالعة والوزارة ما يفايتها وعلى مستوى المحلي هنا وملي الإدارة كاملة حسب على الأسعار طالعة على الدراية منها يغير مبارك مع الوسيلة التي تقدر يخلق فيها الاتفاق إياك يحدد للك الأسعار تتعود في متناولة جميع في انتظار ما ستسفر عنه دراسة وضعية الأسعار في الأسواق المحلية يبقى الإنعكاس السلبي للكوفيد 19 حسب المراقبين المسؤول الأول والأخير عن التأذيرات الاقتصادية الحاصلة مؤخرا والتي طالت العالم بأسره عبدالله صوفي قناة الموريتالية مدينة كيفة تعد المدرسة رقم واحد في مدينة كهيدي أولى منشأة علمية في المدينة يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1905 ميلادية وعلى الرغم من أن هذه المؤسسة العتيقة تخرجت العديد من الأجيال بولاية غورغل ما تزال اليوم صامدة رغم إكرهات الطبيعة وعاديات الزمن إلا أنها تحتاج إلى المزيد من العناية ببنيتها الهيكلية لتبقى كما كانت رمزا تربويا شامخا علي والمحمد الأربعيني الذي عاد به أدهر ليكون معلما في مدرسة تلقى أولى المراحل التعليمية فيها قبل نحو ثلاثة عقود المدرسة رقم واحد أقدم المدارس في كيهيدي حيث أنشئت سنة 1905 ومنذ ذلك الحين والمدرسة تواصل العطاء وتخرج الأجيالة والأخرى ما زالت المدرسة تحتفظ بأغلب معالمها صامدة بنفس الهيئة التي أنشئت بها إلا أن علي يلاحظ سقوط أجزاء من قسم تلقى فيه يوما دروسا تربوية من معلمين تحتفظ ذاكرته بالكثير من أسالبهم التربوية وبعض ملامحهم أنا أحد التلاميذ الذين كانوا يدرسون هنا في هذه المدرسة في سنة تقريبا بالتحديد سنة 1887 دخلت هنا في السنة الابتدائية هناك أشياء كثيرة التي حقيقة ما زالت في قلبي لا أنساها إن شاء الله رب العين منها كما قلت آنفا المؤلم الذي درسني السنة الأولى قلت الذي يسمى بامودي أتذكر أنه أخرجني من الظلمات إلى النور توثق الأوراق المتبقية من إرشي في المدرسة جزءا من مداولات بين وزير التهذيب سنة 1965 ومدير المدرسة رقم واحد بيكي هيدي آنذاك حول بعض الأمراض المنتشرة في تلك الفترة ورسائل تشهد على المراحل التي مرت بها هذه المدرسة وسجلا لتلاميذ أصبحوا فيما بعد أطورا وصناع قرار في الدولة الموريتانية عبر الحقب قد لعبت هذه المدرسة دورا هاما في تكوين الأطور الموريتانيين وتخرج منها كثير من الأطور الموريتانيين الذين ساهموا في بناء الدولة الموريتانية الحديثة وما زالوا يمارسونها منهم من تحملوا مسؤوليات جسيمة في الدولة خدموا الدولة الموريتانية وما زالت المدرسة قبلة لأجيال تدق أجراس العلم فيها لتكون بداية صعود لهم على درج المعرفة والتألق محمد لمين الهادي قناة الموريتانية مدينة كيهيدي محمد لمين الهادي يبقى معنا دائما من كيهيدي محمد لمين هل من خطوات مقام بها لترميم هذا الإرث التاريخي الذي يعد معلمة لمعالم المدينة أم أنه متروك لعاديات الزمان حتى يعني يتبخر هل من خطوات جدية مقام بها للحفاظ عليه أو لصيانته إن صح التعبير مساء الخير مساء النور في الواقع نحن خلال إعدادنا لهذا التقرير سألنا هذا السؤال للقائمين على المدرسة فكرة لنا أنه خلال الحقب الماضية التي شهدت عليها المدرسة لم تكن هناك إجراءات ترميم بمعنى الترميم المنشأة الأذيرة والتي تعاد منشأة تاريخية كبرى في المجال التربوي هنا في المدينة هناك مجالات ترميم تتعلق مثلا بإصلاح الأبواب والنوافذ وترميم طفيف تشهده المدرسة بين الفترة والأخرى لكن لم نتلقى أنه هناك إرادة جدية لترميم هذه المنشأة خلال إعدادنا لهذا التقرير مع أنه طبعا الجميع هنا يعلم أن هذه المنشأة عتيقة وتمدل جزءا مهمة لكن محمد لمينة أفع المقطع محمد لمينة من خلال الصور حتى التي نشاهدها وشاهدناها قبل قليل يعني للأمانة هناك القلة أو قليل هو ما يحتاج إلى الصيانة يعني ما يجعل الأمر أسهل لمن يحاول أو من يريد أن يقوم بصيانة هذه المدرسة لماذا لا يقام به سريعا؟ نعم طبعا هذه المدرسة كنت ستتحدث عن هذا المجال أن المدرسة ما زالت هي بنفسها تحافظ على الكثير من الملامح التي أنشئت عليها يعني لا تحتاج إلى مثالة محتفظة بالهيئة التي أنشئت عليها فيما يتعلق بالترميم الطفيف الذي تحتاجه المدرسة والإرادة حول القيام بهذا الترميم نحن في الواقع لم نتلقى شوابا كافيا لهذا السؤال وإن كان مطروحا ويمكن أن يحدث في الأيام القادمة أو السنوات القادمة الترميم يمكن أن يليق بهذه المنشأة التربوية التي تمثل تاريخا عتيقا في المجال التربوي كل شكر لك محمد المينو الهادي كنت معنا من مدينة كيهيت نتحول إلى دخل تنواربو تحديدا بلدية بولنوار حيث يطلع المركز الصحي هناك بدور كبير في تقريب الخدمات العلاجية من سكان هذه المنطقة وبالتزامن مع الموجة الثانية من جائحة كورونا كثفت الطواقم الصحية العاملة في هذا المركز من جهدها التي جمعت بين تحسيس المواطنين وتعبئتهم وتقديم الاستشارات والعلاجات الأولية حسب الحاجة مركز بولنوار الصحية الذي يسهم في تقديم الاستشارات الأولية لساكنة هذه البلدة والعابرين المحور الطرقي يفرضوا إجراءات احترازية على رواديه ضمن جهود الوقاية المقام بها لمنع تفشي وباء كوفي التسعة عشر ما شاء الله ننجونا صقروا يدينا عند الباب وندخلوهم وملزمين بالكمامات الحمد لله وننعودوا من اللي حد مننا ما هم عنده لاني نجيهم هم يعطوهم له ما شاء الله ما قط جينا في حالة ما شاء الله ما رغينا ما شاء الله الدول كواها الدول اللايق ذاك اللي نحن نعانو منه بالنسبة للطب هون طب ما شاء الله ما عنده مشكلة وقضية الصحة ما شاء الله ما عنده مشكلة إجراءات احترازية هون ما عنده مشكلة الناس متنظمون ذاك سنين جيل الطب تجبر قدامها الماتة صقريدية وتدخل ويحرص الطاقم الفني العامل بهذا المركز الصحي على مساعدة المرضى في ظل ما يطلع إليه من دعم للمنظومة الاستشائية والصحية مع ما هو مسجل من حوادث للسير بهذه الناحية بين مدينتي وذيبو والشامي طاقم الصحي ما هو الخاص نحن نقدم الخدمات اللي في طاقتنا أن نقدمها للناس اللي هي كي حد جان عنده أعراض خفيفة عنده حمى عنده ديارية عنده أي شيء نقدره يقال عندنا مشكلة الفحوص خالق شمن التشخيص يعتمد للفحوص نحن ما عندنا ما عندنا شخصه لأنه لا بدلهم الفحوص إجراءات كوفيد إجراءات احترازية قايمة بها بشكل عام أي رقاج جانا نعدل له حصص توعية ونصايح نقدم له نصايح نقدم له دليالة كاملة عدل ونحن من رسلنا قابل نجراءة الوقاية وكيف تعقيم الأيجين وكيف ارتدار كمامات وارتدار قفازات عند معاينة المريض وقد استفاد المركز الصحي من وجود أربع سيارات إسعاف لتعزيز منظومة السلامة الطرقية بين مقاطعتي وليبو والشام هذا المركز حاست عليه البلدية وعدلت له توسعة وجابت له بعض من الآلات وجابت له الماء والضوء وعدلت له يقرر بقاو قضية الآلات ما موجودين فيه عندنا ضغط نتين أي رقاج تعرض شي من هذا الأمراض والله حادث نعود ومستعد نعود ولا بداننا من ننقلوه للماذيبو نعطاه لنا سيارات إسعاف من طرف خريج تسنين جزاء الله أخرى يأمنوا الطريق أربعا مركز بولنوار الصحي يقع على محور طرقي هام ما يطاعف من المهام الموكلة له مع ما هو ملاحظ من حوادث طرقية وهو ما يستدعي تعزيز المنظومة الاسشفائية والوقائية في ظل مجابات تذهلات الموية الثانية من جايحة كورونا الفاغة ولي الشيباني قناة الموريتانية وذيبو إذن مشاهدنا الكرام وصلنا إلى ختام النشران عود لنذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء وزير الدفاع الوطني يشرف بقيادة الأركان العامة للجيوش على توشيح عدد من الضباط وضباط الصف والجنود في الجيش والدرك الوطنيين بلادنا تشارك في اجتماعات الدورة الحادية عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية لطاقة المتشددة تعزيزا للتنسيق والتعاون المشترك في المجال الصحي وزير الصحة يبحث مع بعثة تبية جزائرية سبل تفعيل اتفاقية للتعاون بين البلدين بإمكانكم مشاهدنا الكرام متابعتنا وتواصلوا معنا عبر موقعنا على الانترنت وكذلك عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي كما يمكنكم ايضا متابعة بثنا لذاعي في نواكشوت عبر الموجة ترددية 101.9 الى اللقاء